نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي المناليم بسم الله الرحمن الرحيم طيب عندي هنا مثال الأول هو ثابت النابض والطاقة المختزنة فيه قال لك استطال نابض مسافة 18 سنتيمتر هذا الأكس عندما علق بنهايته كيس بطاطس وزنه 56 إذا هذا الـ F هو عبارة عن M مضربة في G السؤال أحسب مقدار ثابت النابض وطاقة الوضع المرونية طيب ثابت النابض نحن نعرف أن القانون هو عبارة عن F يساوي K مضربة في X الكي هو الثابت النابض وهذا الاستطالة وهذا الوزن طيب الآن هو يبقى ثابت النابض وين ثابت النابض هذا هو إذا ما القانون المستخدم K الـ X فان يروح يجي تحت والـ F يجي فوق إذا هذا هو القانون المستخدم لإيجاد ثابت النابض طيب عندنا هنا الوحدة بالسنتيمتر إحنا ما رح نستخدم بالسنتيمتر أبدا 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 ألف مرة إيش نسوي نقسمها على مية ونحولها على متر يصير 0.18 متر إذا أنا أقول 56 على كم على 0.18 يطلع معي الناتج 310 إيش الوحدة نيوتن لكل متر هذا هو ثابت النابض ما هي الطاقة الوضع المرونية؟ ما هي الطاقة الوضع المرونية عبارة عن P P E نص ضرب K ضرب X تربية صح؟ طيب الكي موجودة عندي هذا هو النص الكي كم قيمتها؟ قيمتها 310 ثلاثمية وعشرة الشسم الاستطارة كم قيمتها؟ قيمتها يعني طبعا قوس عشان الضرب X يساوي نفسه ضرب 1.18 تربيع إذا ما يقبل الناتج الموجودة عنيزة ما هو وجود عندنا هنا خمسة جول خمسة جول أو خمسة نيوتن في متر نيوتن في متر جول نيوتن لكل متر ثابت النابض ترجمة نانسي قنقر